أول موضوع كما تعرفتم الآن اخترناه لفقرة الدراما الرمضانية هو الدراما التاريخية الدراما التاريخية التي ارتبطت كثيرا برمضان ودعونا في أول الفقرة نطرح هذا التساؤل المهم لماذا يقدم الكاتب المبدع على كتابة الدراما التاريخية؟ هل فقط لمجرد أن يسرد علينا حدوتة حدثت في الماضي؟ يا سدى هذا هو الجزء اليسير القليل جدا من الإجابة ذلك لأن الهدف الأمثل هو استخراج القيمة الخالدة من الحدث التاريخي لذا يقتنس المبدع من أحداث التاريخ وشخصياته ما يمكن أن يحقق له إسقاطا على الواقع المعاصر أو بالأحرى على أي واقع مشابه ولا شك أن اللغة العربية البليغة هي خير وسيط قادر على التعبير بموسيقيته البالغة على تحقيق هذا الهدف النبيل ويا ليتنا كعرب نستعيد اعتدادنا الموروث بتاريخنا للاسترشاد به أمام إشكاليات الواقع وما أدراكم وما إشكاليات الواقع دعوني الآن أسترجع حوارا بالغ الأهمية من هذا المسلسل الرائع مسلسل الحقاج بن يوسف الثقافي ذلك الحوار الذي كتبه الكاتب السوري الكبير جمال توفيق أبو حندهن وضار هذا الحوار بين الحقاج مجسدا شخصيته الفنان السوري الرائع عابد فهد وأمامه الفنان الأردني المبدع الراحل بكل أسف هشام هينيدي في دور الفقيه سعيد بن الجبير يتعثر علينا عرض المشهد لأسباب قانونية لكنني لم أيأس وقررت أن أستعين ببعض الخبرات المسلحية القديمة لعلها تعيد استرجاع ذكريات المشهد أمامكم بقدر ما يقول الحقاج مقررا وهو يوجه حواره إلى سعيد بن الجبير إنني أحكم يا ابن الجبير فهل في الدنيا حكم ليس فيه ظلم يجيب سعيد يا أمير إنك تعتني بحكمك وإنك تحدق في الدنيا وأنا رجل أنظر إلى الآخرة وحسب يجيبه الحقاج ربما يكون هناك ظلم يقع على أقلية وفي المقابل هناك عدالة تصيب الكثرة فيقول سعيد ولما أتحمل وزر الأقلية فيقول الحقاج كأنك أتيتني موكلا عن الناس لتضعني في موضع الخصومة معهم لا يا سعيد الأمير فوق الخصومة فيقول سعيد يا أمير ليست بخصومة وإنما هي شكات تسمع فيجيبه الحقاج إنني أصم أذني عنها فللناس ما أعطيهم عليه ما أطلبه منهم فيقول له سعيد فليشفع عطاك بإحلال اللين محل القصوة وبإحلال الرأفة محل الشدة فيقول الحقاج أنا أعلم منك بهؤلاء القوم وكيف يساسون فاجلس مجلسك في القضاء وحسب قال له سعيد بل تعفيني منه أيها الأمير قال لا والله لا أعفيك وقد جهرت بميلك فأجابه أي ميل ما غايته إلا إحقاق الحق قال إحقاق الحق بين متخاصمين أما العدل في الجماعة فدعه لأولي الأمر يا أمير ألح عليك أن تعفيني فما أعود أطيق ما أسمع من شكاوى الناس يقول له الحقاج كتاب العزيز الحكيم يلزمك بطاعة أولي الأمر فيجيبه قاطعا ليس فوق طاعة الله العزيز الحكيم الرحمن الرحيم فيقول الحقاج مقاطعا ويحق إلى ماذا ترميه فوالله لقد كنت أحفظ القرآن وأفقه فيه فيقول له سعيد بجرأة بالغة لكنك أخركته من قلبك إلى لسانك هذا الحوار البليغ الدال ربما يتفوق على حقيقته في الواقع وهذا التفوق هو ما يجعل هذا المخلوق البديع الدراما قادر دائما على أن تنحط الحدثة ودلالاته في وجدان الناس قيمة ومعنى ولعلكم الآن تبينتم بجلاء لماذا كتب المبدع جمال أبو حمدان هذه الدراما وذلك المشهد قطعا ليعالج هذه العلاقة الفوارة بين الحاكم الدكتاتور والعالم فقيه الدين وهذا ما ينبغي أن نسقطه على أي واقع مشابه ومن هنا تصبح الدراما عنوانا لا على التاريخ فحسب ولكن على الواقع أيضا ترجمة نانسي قنقر